قد بعث صاحب السمو الملك الامير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ذو الله ورعى ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة بمناسبة تحقيق مملكة البحرين ممثلة بالمقاتل المحترف رانك إدغار بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين لقب نهائية بطولة القتال النهائي والتي استضافت منافساتها مدينة لازفيكاس بولاية نفادة بالولايات المتحدة الأمريكية وعبر اسمه للعهد في برقية عن تهنيه لسمو الشيخ خالد بن حمد بهذه المناسبة معتبرا اسموه أن تحقيق هذا الفوز يعكس الجهود المخلصة والعطاء المتواصل من سمو الشيخ خالد للنهوض بالحركة الشبابية والرياضية في المملكة متمنيا له للعب الفريق دوما التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر